موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا جزء الثاني من حوارنا مع المفكر السوري صادق جلال العظم دكتور صادق طبعا حكينا الحلقة الماضية في مواضيع عديدة كدور المثقف وعلاقته بالشارع الكليشي اللي أنت ما كتير بتحبه ممكن علق على هذه الشغلة أكيد طبعا يعني في أحيانا مناخ أو جو كأنه المثقف حل محل الشيخ يعني من أول وعلي أخطاعي كان المشايخ وما يسمى العلماء و يلوزوا بالجوامع أو إلى آخرية هني صلة الوصل بين الحاكم أو طبعا الحاكمة أو أسر الحاكمة والعامة نعم فعندي إحساس أنه الآن كأنه الناس بترجع بتطلب من المثقف يلعب مثل هذا الدور ياريت تقدر يلعب هو ياريت تقدر يلعب هذا الدور بصراحة بس يعني يعني إذا بيلعب الدور بس بمستوى الحاضر طبعا وليس بالمستوى الماضي ياريت لكن كمان تطلب منه بأنه يكون هالنوع من الحلقة يعني بأعتقد خارج العصر ليس الحلقة بين السلطة أكيد والشارع لكن بين الفكر والشارع يعني هي الحلقة الماضية طبعا دكتور الخطاب السياسي للنظام مفكك وهذا أمر يعني لا ريبة فيه بالمقابل برأيك هل استطاعت المعارضة أن تقدم خطابا سياسيا متماسكا إن كان على الصعيد الرسمي كاتلاف كمجلس وطني في السابق أو على صعيد أفراد يعني طبعا بالنسبة لخطاب النظام مثل ما قلنا يعني أنا مزهل يعني العماوس السياسي وعنجاهية المكابرة بالمحسوس وطبعا نموزجها يعني قبل اندلاع السورة بقليل بشار الأسد بشار الكيماوي عمل مقابلة مع صحيفة أمريكية كبيرة وكان بكل يعني ثقة بالنفس بأنه سوريا مش تونس سوريا مش مصر سوريا الشعب والسلطة شي واحد نعم وبعد كل حدث يبدو أنه هذا يعني بعده فيه تشبس فيه وتمصفي وأنا شي مزهل يعني هدي ما بعرف شو آليات من تمنا نفسر يعني فيه شي نفسي فيه شي تحدي شخصي يعني ما عم بقدر لقي يعني ليش هال المترسة الهائلة وراء شي ثبت أنه عم تقول أنت بأنه يعني سوريا غير تونس سوريا غير ليبيا غير مصر نعم وتبين أنه هي مو مثلهم بس أسوء منهم نعم صحيح مع ذلك استمرار في يعني هاي التعليق على يعني الاستمرار لهالخطاب النظام نعم خطاب المعارضة المعارضة يعني يعني التماسك يعني خطاب المعارضة يميل أنه يكون من يوم ليوم يعني على حسب اللحظة على حسب التدخلات الخارجية على حسب والشيء يعني رأيتم مريحة أنه في تنوع كبير بالخطاب وبالتحليلات وبالنقد لبعض بس يعني التماسك بمعنى استراتيجي اي لكن ربما غير مبني على استراتيجية ولا على استقراء للمستقبل يعني معظم المعارضين حتى اليوم يظنون أنها مسألة أيام وأسابيع ومنذ اليوم الأول كانوا يظنون أنها مسألة أيام وأسابيع كل آية نظنينها بالبداية يعني أنا يعني ما تمرنا من البداية أنه أبو ستة شهر وتخلص القضية نفس الوقت الإنصاف أيضا فكرنا نفس الشيء بلبنان يعني أنا أمضيت معظم الحرب الأهلية ببيروت وتابعت وفي طبعا تشابوهات كثيرة كمان ظنين أنه المسألة ممكن تنتهي خلال مو ستة شهر وإنما يعني سنة سنتين والفترة الأولى سميت حرب السنتين فمن هالناحية هاي بقلك أنه يعني ما في يعني منحها خطاب متماسق بمعنى شيء استراتيجي وإنما هو يعني من يوم ليوم بس يتكيف مع الحالة والوضع نعم دكتور ضمن هذا الخطاب غير المتماسك يعني يعني عم بيطرحوا النظام السوري هناك أيضا التباهي المستمر بالعلمانية بأنه نظام علماني وسط منطقة غارقة بالأصولية الإسلامية ما ملاحظتك على هذا الموضوع؟ أول شيء يعني وصفه بأنه علماني يعني بحد ذاته بده يعني تفكيك هالوصف يعني خاصة مع معرفة عدد الجوامع التي فتتحت يعني ممكن الوعي تسره كتير على عهد بيت الأسد نعم كتير أشياء يعني بسبب إحساس عميق عند النظام بنقص في شرعيته تمسح بالدين أوكي وبالمشايخ وبالمساجد من أجل سد هذه الفجوة في الشرعية ونروح على الحج والظهور بالصلاوات والمساجد وإلى آخره هاي نقطة يعني بالنسبة للأدعاء بالعلمانية يعني العلمانية بحدها الأدنى هي يعني ممكن تقولي الحياد الإيجابي للدولة يزاء مكونات المجتمع بحيث أنه ما يعني شرع فئة معينة أو حتى يعني ولو شرع الأكساسي أنه هو يصغي على كل شيء ما من قدر نوصف النظام بسوريا على مدى كل هذه الفترة فهذا بأنه علماني بهذا المعنى للعلمانية هو النوع من حياد الدولة يعني الدولة كانت منحازة كليا وقد أعفى يعني أصدر عفوا عدة مرات عن أهم القادة الإسلاميين من الموجودين هلأ بالفصائل الإسلامية أفرج عنهم بينما كثير من العلمانيين فعلا المثقفين لا يزالوا في السجون العسكرة بهالشي وأنت كتبتي على موضوع كيف عام التربية لا أنه عيونك بالأرض يعني ضابطة الفتوة هيك بتربي وبتعلم صحيح الصبايا الناشئات أنه عيونك بالأرض هلأ هاي نفسها وقتها بتكبر وبتصير في عندها احتمالين يا أما هي بتصير تعمل نفس الشي تعيد نفس السوريا توقف لولادها أو إذا كانت مدرسة أو شي تعمل نفس الإهانة أو أنه طبعا تتمرد عليها ويعني وقت الثورة أنت نخصتها بهال يعني يعني عيونك بالأرض ممكن أنه بالحصة ما ترفع عيونها أوكي وبحلق فيها أوكي وتتمرد وتقوم بثورة أرضية وأنه عملي شو ما بدك مسعدي أنا أنه ضحي يعني لخصتي يعني بالفعل بهالرمز هذا أوكي شو صار بالبلد يلي عينهم بالأرض رفعها بالأخير أوكي وطلع فيهم طب دكتور صادق النظام يستمر في كذبه وأدعائه العلمانية لكن ماذا عن كثير من المثقفين برأيك ما يزالوا يعني موالين له ويدعمونه بحجة أنه نظام علماني ويتهمون طبعا المعارضة بأنها عميلة لإسرائيل وللإمبريالية وترتهن لأموال الخليج والنفط وإلى آخر هذه الكليشيات المعروفة يعني ما تفسيرك؟ يعني يعني هذه يعني أول شيء أنا بدي أسألهم يعني يعطوا بيّنة حول يعني منحها علمانية النظام يعني النموذج الآخر هو يعني القيادات الفلسطينية اللي مأيدة للنظام على الاعتبار أنه يعني هو يعني ما زال مواجه إسرائيل أو خدم القضية الفلسطينية طيب أي مراجعة بسيطة لعلاقته بسورة الفلسطينية وبفتح وبالمنظمات تضحت كل هالإدعاءات هاي فهي يعني نوع من المراوغة والموقف اللحظي الآني يلي يعني ما بيشوف أبعد من منخاره صحيح بهالمسألة طيب القضية الفلسطينية ونفس الشيء بالنسبة لبعض المثقفين خوصة من اليسار والقوميين يلي لسه بيشوفوا أنه النظام يعني يعني مسحة صارت أنه مواجه إسرائيل هل برأيك تغيرت القضية الفلسطينية؟ تغيرت معالمها اليوم تغيرت القضية؟ القضية كقضية يعني بعد السورات العربية شاهدنا كيف تم يعني حتى في الصحف العربية الصفحات التي كانت تعنى بالقضية الفلسطينية والشأن الفلسطيني تتراجع يعني شيئا فشيئا تتراجعت كثير خبر السورات يطغى بالإضافة لأنه العالم العربي شهد ربما همجية أشنع من همجية العدو التاريخي الإسرائيلي اللي ربينا على مشاهد قتله للفلسطينيين كيف تغيرت برأيك؟ يعني بسوريا يعني الناس صارت تقيس أنه على الأقل يعني مشارهم ما ضرب كيماوي أو بالبرامي وغاز السام على الفلسطينية صحيح إسرائيل ما أعدمت يعني ما عندها أعدام ما أعدمت مع أنها في مواجهة عدو مفترض يعني هي تفترضه عدو يعني صاروا يوازنوا بأنه يعني مين كان يعني أسوأ على حرون على الفلسطينيين ولا النظام وبشار الأسد على شعبه على سوريا طبعا هي مأساوية أنه توصل سوريا يعني كل عمرها يعني فيه بالعمق عداء حقيقي شعبي لإسرائيل نعم توصل لنقطة أو درجة تعمل هالمقارنات هالمقارنات هاي مأساة بحد ذاتك صحيح وهي بتفسر أنه تراجع مأساة أن توصلنا يعني القوى التي تدعي أنها قوى مقاومة للعدو الإسرائيلي أن توصلنا إلى مرحلة نقارن يعني نقارن طبعا نقارن حتى على صعيد يعني مشاعر ناس بعرفون كثير يعني كانوا لفلسطين وكرسوا وقت وجهد وإلى آخره هلأ تحسي أنه حتى سعيد حكيهم ونقاشهم ومشاعرهم المقاطية يعني تراجعت محلة تقريباً تقريباً مثلها مثل الخطاب العربي عموماً نعم 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 أيضاً دكتور يعني معظم مثقفي جيلك إذا بدك منحازين لمفهوم الدولة وتدخل الدولة حتى ولو كان بالعنف أو بالقوة لكبح ما يسمونه النزعات الشعبوية والصحيحة هل توافق؟ يعني كانوا منحازين للدولة معظم الوقت على أساس أنه تدخل أكتر شي بالاقتصاد نعم وكانوا دائماً يعني يهاجموا الليبرالية مثلاً ويختصروها للإبرالية بفكرة أنه الدولة لا تتدخل بالاقتصاد وأنه الدولة تتدخل الاقتصاد من أجل خلق عدالة اجتماعية بهذا الشي هذا بهالمعنى هذا صحيح نعم بالنسبة للنزعات الشعبوية يعني أنا بعتبر أنه بالعكس الأنظمة في هذه المرحلة بالستينات والسبعينات والآخر هي هي كانت شعبوية نعم يعني نوع من الشعبوية بلحظة معينة بتهيج الشعب عاطفياً والآخر هي بعد هاللحظة هي بتفش بتهبط المسألة وخلص ما عنده علاقة بقى الشعب بالسياسة يعني هن كانوا شعبوية اليوم هل بتميز بين الدولة والنظام مصطلح الدولة والنظام يعني اليوم الكثير من أصحاب المواقف إذا بدك الرمادية تسألهم عن موقفهم من الثورة يقولون نحن لسنا مع الثورة ولسنا مع النظام نحن مع الدولة أي دولة يعني هناك موضوع مطروح هو الحفاظ على مؤسسات الدولة وكأن الثورة قامت فقط يعني الثورة لم تقم فقط ضد شخص بشار الأسد قامت ضد منظومة بأكملة من الفساد والمؤسسات فهل تميز أنت اليوم بين الدولة والنظام؟ يعني تميز بمعنى السخرية أنه يعني الدولة وزارة التعليم العالي وزارة المالية وزارة التموين وزارة الزراعة هذول ما عدا رحي بجوز إذا صار التحشي على الشام ينهبوهم أما هذول عادين موجودين وموظفينهم والأغري إذا هي الدولة بسيطة طبعا مشكلة لكن وقت لي بنحكى على الثورة الثورة مو على هذول ثورة على شي تاني يلي مهيمة ومسيطرة وماسكة كل ما يسمى بالدولة لدرجة أنه يعني لحد ما وصلنا للنقطة أنه سقوط النظام وسقوط الدولة أصبح تقريبا شي واحد ومرتبط وقت بالآخر باستثناء أنه يعني الوزارات هاي اللي حكينا عنا أو الإدارات وزارة التعليم العالي ووزارة أنه هذولة أوكي بيضلوا نعم بهالمعنى هاي بتضل الدولة نعم دكتور اليوم كثير من السوريين يشعر بالظلم يعني يتعرض للقتل والتهجير والقمع والكيماوي وبنفس الوقت هو متهم بأنه إسلامي وليس علماني وأصولي يعني كل هذه إذا بدك الأوصاف مجتمعة مع بعضها البعض شو الحل فعلا لهذا الإنسان السوري يعني العلمانية ليست مبررا للقتل في النهاية لا بالتأكيد يعني يعني العلمانية هي ترتيب يعني مثلا ناخد نموزج مثلا بالعراق يعني إذا ما بدل نوصل للسيناريو الأسوأ بتخرب المسألة بالمرة يعني العراقين تفتت وكي يعني ما ممكن الحكومة تكون تطبق الشرع الشيعي ولا ممكن تطبق الشرع السيني لأنه أخليتين اتنين يعني تقال كبار وهم واحدة ما بتقبل بالتانية فشو الحمخرج؟ المخرج هو الحكومة لا تكون شيعية ولا تكون سنية تكون أوكي مدنيا نقول أوكي علمانية مهنية أوكي تمشي يعني اللي بده يفرض الشي العلمان هو الضرورة مو لأنه من حبها أو من حبيها أو يعني مزاجنا الضرورة بتفرضها من أجل يعني تجنب السيناريوات الأسوأ وهي أصلا فكرة العلمانية نشأت تاريخيا يعني بأوروبا ولا غني نتيجة هات الحروب الدينية يعني حروب الثلاثين سنة وصلوا لنتيجة إنه يعني لا بندر الكاتوليك بدون يسيطروا على البروتسانت ولا البروتسانت على الكاتوليك فإذا بنتنعمل حكومة لا هيك ولا هيك نعم ونحن يبدون لعم شوي شوي يعني نوعا وننوصل له المفهوم للهدي تجنبا لها يعني مزيد من إراقة الدماء والحقوب الأهلية والصراع نعم دكتور أنت لديك مصطلح العلوية السياسية العلوية السياسية العسكرية سنتحدث عن هذا المصطلح لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا دكتور صادق لديك مصطلح العلوية السياسية وهو مصطلح مقاربة إذا بدك لمصطلح المارونية السياسية كيف تشرح لنا هذا المصطلح اليوم؟ طبعا أنا طرحت هذا أول مرة بمقابلة بالأوريان نعم وبعدين بمفس المرحلة في مقابلة بالحياة وطبعا أثار جدل ونقاش ولغط وشتائم وردود يعني شي معقول وشي طبعا يعني لا معقول بهالشي هاد وإذا بدك أول شي اشرحها للفكرة عوض ما أعطيكي تعريف هيك يعني مثل التسطور أو شيء خلينا ناخد كمان نموذج عيني نعم بنوع من نعمل تجربة زهنية بالزهن يعني خدي مثلا مصر نعم تقدر تتصوري أنه رئيس الجمهورية قبطي إلى الأبد نعم قائد الجيش قبطي إلى الأبد أمراء ضباط الجيش أقباط إلى الأبد نعم كل المناصب الحساسة أقباط بأيدي الأقباط إلى الأبد نعم تقدر تتصوري أنه القطاعات الاقتصادية المربحة بشكل سريع وإلى آخره كلها تتابعة لسلالة قبطية إلى الأبد نعم خابلة للتصور عندك أي نعم أو خدي تركيا مثلا نفس الشيء رئيس الجمهورية كردي مثلا صحي قائد جيش كردي كل الضباط المهمين أكراد الاقتصاد المربح بيد الأكراد وكله إلى الأبد نعم هذا الشيء اللي غير لا يصدق بالنسبة ببلد المصر أو تركيا كان عايشينه نحن بسوريا بسوريا نعم وهي معنى يعني لو هذا الشيء هذا يتصورنا بزهننا نقدر نقول عنك وقته إذا بمصر نقول قبطية سياسية نعم إذا النظام يبني طائفيته على السياسة وليس المذهب طبعا نفس الشيء بس إنه الانتماء هاد نعم ومذهب هاد الباقي عم يشعر كله بالتهميش مش عن هيك مش ممكن هالشيء هذا يصير بمصر أو بتركيا نعم هاي يعني نموذج عن شو ممكن تأني العلوية السياسية هالنوع من الهيمنة والسيطرة وبكثافة يعني الرموز البشرية يعني هل يمكن أن تكون أيضا ربما سنيا وعلوي لهو بمعنى أنه أيضا النظام استخدم الكثير من السلوك اليومي للبشر له طابع طائفي مثل اللهجة مثلا أي شخص يتحدث باللهجة العلوية في مدينة دمشق وقد يكون هو سني يعني ولكن يتقن اللهجة العلوية ويتحدث بالقاف يمثل سلطة اوكي بس هي يعني شغلة اللهجات هي يعني دائما في مصخرة على بعض يعني لكن اللهجة العلوية حاضرة كسلطة ايه طب يعني مثلا بعني في شوان من زيما كانت مصخرة على مثلا لهجة أهل حوران مثلا أو أهل لهجة البدو بالنسبة للعلوية السياسية أنا وقتل طرحتها يعني البلد تعرفي معبق طائفيا إلى أقصى حد صحيح وغرائز الثقر والانتقام منفلتة من عقالها لدى كل الأطراف لدى كل الأطراف لدى كل الأطراف أوكي فطبعا المستهدف أكتر شي هو الطائف العلوي لأنه بسبب مرتبطة بهذا الشي فأنا أردت من هالطرحت أنه المهم هو العلوية السياسية وليس العلويين كبشر كطائفة كقوم كمواطنين سوريين المهم هو التوجه إلى الطغمة الطغمة العسكرية الأمنية المالية هاي اللي مطلوب إسخاطها مو العلويين كعلويين لا فهمت لسبب ما بالعكس فهمت كأنه مزمة للطائف العلوية مع أنه أنا أردت تحييد أوكي تبرئت من يعني غير متورت بالدم السوري وأنه ثورة التجه نحو العلوية السياسية ومقارنة مع المارونية السياسية كمان يعني كان في طغمة أقطاعية تجارية مالية بلبنان متحكمة بكل المفاصل الدولة هاي المارونية السياسية وبلبنان كان دائما شكوى رئيس المزارة أنه هو باش كاتب طبعا رئيس وزراءنا بسوريا أقلب كثير من باش كاتب بلبنان كان باش كاتب عند رئيس الجمهورية وصار يعني انتفاضتين أو حربين في 58 صار حرب أهلية صغيرة مني يعني حرب أهلية أخذوا فيها السنة بعض الامتيازات وبعدين الحرب الأهلية اللي أسقطت المارونية السياسية وصلاحيات اللي كان يتمتع فيها رئيس الجمهورية ممثل هذه راحت لها مجلس الوزراء عمليا للسنة نعم لكنك تتحدث عن العلويين وأنهم هم الطائفة الأكثر المستهدفة يعني بالدرجة الأولى البعض يقول أنها غير مستهدفة نهائيا البعض يقول يعني أن الطائفة مستهدفة من نفسها من النظام نفسه النظام هو من يقود أبناءه لمعارك خاسرة هو من يودي بهم إلى الموت والدمر بينما أي مجزرة حدثت حتى الآن أو استهداف كان بحق السنة كيف ترد على قول هذا القول؟ طبعا اللي عانى من هذه والطائفة العلوية عانت أيضا من قمع النظام لا شك في هذا لكن بالثورة في قوى ثقرية في جناح ثقري وبدو يستهدف العلويين ما فيه يعني بالثورة على الأرض ولذلك مهم جدا بالثورة على الأرض أم على السعيد الثقافي دكتور؟ كيف؟ بالثورة على الأرض على الأرض على الأرض أم على صفحات الفيسبوك على صفحات الفيسبوك وفي الصحب؟ بديو يتشفى بديو يتشفى وهي أنا ما بعرف كيف لازم نتلافع برأيك رغم كل هذا أحساس العلوي بأنه مستهدف لماذا حتى اليوم يعني لماذا الطائفة ما تزال غير مبالية تجاه حملات التشيع التي تغزو الساحل وطبعا اليوم حملات التشيع لم تعد كما قبل الثورة يعني باتت تحمل أبعادا سياسية ثقافية اجتماعية ديموغرافية وعسكرية وديموغرافية أيضا يعني لتغيير هوية بلد ومنطقة بأكملها لماذا العلوي ليس مبالي إذا بدك بانتماعه للطائفة العلوية يعني بحقيقة ما بعرف كفاية اللي حتى قدر أعطيكي لكن تصورك كشي عام أنا بشوف بأنه العلوية السياسية بأزرعتها المخابرات الجيش الاقتصاد مخلوف إلى آخر هي يعني وتحت في هالقاعدة هاي يعني الإحساس بأنه يعني ما سيفقدونه نعم يعني شغلة لا تحتمل ولذلك التشبث والقتال حتى آخر بالطرف الثاني فيه كمان شعور بأنه يعني خلص صارت مرة واحدة هيك وما ممكن بقى تنعاد بسوريا ومن هون حدة الصراع والحرب وشراستها بين النظام والثورة والشراسة هي يعني أعطت مدد لأشكال داعش وأشكال النصرة والإسلام الطالباني يلي ما عنده شيء إلى العنف نعم طب برأيك هل هناك وسيلة لإعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة يعني لكل السوريين هل لها مكونات يمكن الحديث عنها؟ ما بعرفه هي المسيلة يعني لكن ما بدي أقول أنه ما في وسيلة يعني أنا بحط أملي إلى حد ما بأنه نسبيا على نموذج لبنان وقعت لي بلشت إعادة إعمار لبنان بإقرادة موحد مثل حريري رفيق الحريري يعني الناس التهت عن بعضها بعملية إعادة الإعمار وبكسب قوتها بتحسين شروطها الحياتية إلى الأخير انتدت هي حوالي 7-8 سنين يعني كمرحلة انتقالية قبل ما ندخل المرحلة الثانية يعني حزب الله بلش يسيطر على الدولة يعني أتوقع أنا أنه ممكن نمر بمرحلة من هالنوع هالمرحلة انتقالية يكون فيها الاقتصاد وإعادة الإعمار هو الهم الرئيسي للناس وبالهيهن عن بعض وبالهيهن عن أنه كل واحد يروح ياخد تارو من الثاني هل إذن بس برأيك نجح النظام بلعبته الطائفية يعني أنت تحدثت عن طائفة بأكملة مستهدفة ونحن نعرف أن الأقليات عموما لديها تخوف من السنة يعني فإذا هل فعلا النظام نجح ببس هذا الخوف من الآخر؟ طبعا النظام نجح لكن ما نجح كليا يعني يعني ما في طائفة من حقا عبقت نفسها كليا لتقاتل معه أو يعني تقاتل يلي عم يقاتلوه يعني هذا ما صار لسه هلأ ممكن يصير بمستقبل ما بعرف يعني ما بدي إجزم وقتها بتصير من حقا حرب أهلية لكن حتى الآن طالما أنه المكونات الشعب السوري ما لمعبق أنافق بشكل جماعي نعم أوكي وتحط جهد بهذا الشي هذا وهدي ما بعتبره أنه بعد لسه حرب أهلية دكتور ما ستقول يعني بربنان حرب أهلية لأنه الدون والدروز والمعاور نزدوا ببعض نعم نحن مازالة الدولة هي الفاعل الرئيسي على الأرض بالعراق حدث أنه ما في جيش ما في دولة ما في سعر حزب ما في نشر العنوان الأمريكان أنه كل شيء بهذا الشيء هذا دكتور صادق يعني بختام لقائنا مستقبل سوريا طبعا مستقبل يعني كثير سؤال صعب ومستقبل غامض لربما معظم المحللين وحتى الزعماء وأصحاب القرار برأيك لوين رايحة سوريا؟ يعني أنا مثل ما قلتلك مالي مقتنع بأنه سوريا سيتم تقسيمها الشيء الوحيد هو ممكن أنه الأكراد سكون عندهم جيب مستقل بس أكتر من هيك ما بعتقد رايحة جزء منه لأنه الدول العظمى بحد ذاتها يعني ماله بتفضل تتعامل مع كيان مثل لبنان أو مثل سوريا أو مع كيان مثل العراق أسهل بكتير من ما يتعاملوا مع كيانات لذلك ما يعني مو بالأجندة تبعهم أنه يشجعوا على تقسيم سوريا إلا إذا أهل البلد نفسهم بالأخير هن يعني راحوا باتجاه السيناريو الأسوأ تحورت بالفعل لحرب أهلية وانقسابات من هالنوع هذا أو غير شخصية مندلا احتمال الآخر هو أنه على طريقة سليمان الحكيم وطريقتهم بالأم الصبي والأم المزيفة نعم أنه الأكثرية السنية تتصرف بسوريا كأم الصبي نعم أوكي وتعمل هي التضحية وتتنازل من أجل إنقاذ الصبي من إنها الشريط نعم نعم دكتور صادق فعلا سؤال أخير فعلا سؤال أخير لكن يعني كثير من الانتقادات توجه للثورة السورية أنها لم تنتج يعني كانت تفتقر لقادة ومفكرين ومنظرين يعني لم تفرز مثلا جون جايك غوسو الثورة الفرنسية لم تفرز يعني والمثال ولدينا أمثلة أيضا في المقابل مثل المفكر أدونيس الذي يصر حتى اليوم لا ينحاز لثورة شعبه للثورة السورية بشكل عام حتى لو لم يكن سوري لماذا برأيك؟ ليس بالضروري أن كل ثورة يكون فيها يعني روسو أو لينين أو تراتسكي يعني هي مو قاعدة يعني لكل حركات الاحتجاج والثورية إن كانت مدنية أو إن كانت معسكرة نحن دائما نأخذ الثورة الفرنسية كنموذج وبسيبدنا ندور على مكونات في كل محل يعني تشبه فيها الثورة الفرنسية بالنسبة لأدونيس يعني أدونيس الأديم من طبعا المواقف يعني أنا اشتغلنا سوا مع بعض ببيروت هذا بأعتقد انتهى مع قيام الثورة الإسلامية في إيران وبروز نظرية ولاية الفقية نعم وهو يبدو يعني إنحاز لهذه الشهاد وصار بيني وبينه أنا سجال كبير 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 مقالة في صحيفة الحياة بالكامل وما يقوله الآن هو يعني استمرار اليوم تمت شيء جديد إنه سلسل الشعب السوري ترك سوريا هاجر قال هاجر من سوريا وليس هجر يعني هاجر الشعب السوري بإيرادته هاجر إنه شعب بيهاجر ليعيش في الخيام وليعيش في الخيام يعني الشعب السوري هاوي خيام يعني إذا يعني هو كان دائما مع القضية الفلسطينية ومع اللاجئين الفلسطينيين وإلى آخره يلي كمان يعني هجروا تهجير أوكي يعني بالنسبة لمقابلته الأخيرة بالسفير نعم جاريت سفير يعني هو يلعن الأصولية والموضوية في ثقافتنا لكن منهجه مضوي وأصولي إلى أقصى حد لأنه لحتالية نفهم الحاضر رجع هو أيضا لقريش والأنصار والخلافة الراشدة وذكر المأمون وذكر خلفاء بني أمية كأنه لحصتنا هي يعني نفهمها على ضوء شي صار من خمسة عشر قرن نعم مشاهدينا أبقوا معنا الأسبوع المقبل إلى اللقاء